أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تواصل جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة حيث لفت الرئيس السيسي إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلد كما تواصل بصر وهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد مما يتسق مع خطتنا وأهدافنا الطموحة لتعزيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر وأوضح الرئيس السيسي أن منتدى البريكسيان عقد في وقت يشهد العالم فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تكتيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطع الخاص وبجالس الأعمال بدور رئيسي ويطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيس السيسي ويطلع فيه تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها بالإضافة إلى تكسيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي باعتبارهم شركاء لاغنى عنهم في ذلك الصدق وبالتالي فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح السشراف باختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر السسمار المميزات التنفسية لكل دولة لتدشيل مشروعات مشتركة بما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع ويعزم دول البريكس كتكتل اقتصادي بارس في زيادة النمو الاقتصادي العالمي خاصة بذل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والصناعات التحويلية التي اضحت من اهم ركاز تحقيق التنمية ترجمة نانسي قنقر